مرحبا يا شباب يعطيكم العافية اكم نايت في لعبة ديستيني اليوم راح اتكلم عن مواضيع التجهيزات حق الدنجن اليد ان شاء الله حبيت ان انا اقول لكم بما ان احنا ما عندنا اخبار ولا اي شي ولا اي شي بسوي حكا بالدات وهذا خلنا نتكلم شوي عن الشغلات اللي انت رأت تحتاجها كالمستجد اول شي او كالواحد يكون قديم في اللعبة بالنسبة اللي يداد انا اهم شي عندي لازم تعرف شغله الدنجن بشكل عام لما تدخل انت الحين في الكواكب عندك دناجن وايد وهذا بس اه على حسب اذا انت عندك المفاتيح كلها كاملة انك تقدر تدش الدناجن هذه القديمة طبعا ما علي ديده فاهم شي انك لازم تحط نقطة في راسك اي دنجن تروحه لما تفهم كل مكانك ماله راح تفهم كل مكانك كل دنجن على طول من اوله لاخر المكانك اللي هو شنو الثغرة او الشي اللي هو تحله بالمكان اللي انت قاعد تشتغل فيه او فيه تنظيف او كدي بي اس بوس دمت للبوس او على حسب المكان اذا كان مثلا في بوزل او اذا كان فيه على حسب شون ما يكون بالناحية الشكلية بشكل عام اتمنى انه تكون يعني معلومه واصلت لكم وتكونوا عارفين شو ما انا قاعد اقوله فيه بالنسبة للدنجن اول دنجن راح يكون عندك اللي هو البنت فارسي من اوله لاخره تفهم المكانك ماله وشون دي بي اس تسوي دي بي اس و وتشوف اعلى دي بي اس لك انت ويا رابعك طبعا هذا غديم يعتبر تدخل بعد ما تخلص من هذا تروح الى الليجن فوق راح تلاقي فيه بروفيسي عندك تخلص من بروفيسي يعني شوف انا ابيك تدخل دنجن دنجن لين تخلص هذا الدنجن طبعا الثاني نروح للدنجن طبعا الثالث راح يكون فيه كوكب دليميك سيتي طبعا هو قبل كله هو المفروض هذا طبعا هذا من الدناجن بعد الصعبة يعتبر اللي تسويها من اولها لاخرها تشوف الحلول الغاز مالتها وشون نظام وشذي وشون تسوي دي بي اس وكفكرة دي بي اس وعندك بعد فيه دنجن اللي هو الموجود فيه كوكب سباثون وورد عندك هذا ده سبار الف ده ويتشر فيه عندك باللجن همن عفوا اهناك بعد اللي هو غو سوف ذا ديب فيه عندك فيه كوكب كزمدروم عندك ايضا دنجن اللي هو غراسوف افرس بعد همن عندك هذا وبالاضافة الى طبعا الآن الدنجن للاخير اللي هو في ادزي وورد لوردن رين طبعا هذا يعتبر اخر دنجن حاليا وهذا ان شاء الله على الاضافة اللي ديدة ما راح يكون طبعا بنكل لان لو تلاحظون ان فيه بنكلات راح تصير روتاشن عليه هذا راح يعتبر راح يصير روتاشن بعد طبعا هالابسود الحلقة اللي احنا فيها هذه الحين لان ندخل على الحلقة ليديده وييك الدنجن ليديده هذا راح يعتبر يصير روتاشن فهذا من احدى الشغلات اللي حبيت انبهكم فيها وشن تسوون هذا كالدناج انت بيك تدشها وتخلصها وتفهم طريقتها على اساس تتعود انك لما تدخل مع ناس ما تعرفهم ولا تعرفهم حتى بدل مايك ولا مايك الا انت عارف شن قاعد تسوي زين بالنسبة للأسلحة كأكزوتك يفضل ان يكون عندك عندك الاوتو بريكر ممتاز هذا طبعا الحن في خانة الكنتك طبعا احنا في الاوتو بريكر ممتاز هذا زين ينفع هذا رغم واحد رغم اثنين عندك الازاناقي كدي بي اس عندك الوش اندر هم من ينفع اذا في حال في حال اذا في انت بير يرى ولا في شي طبعا هذا قاعد اتكلم حق الناس اللي ما عندهم مثلا اسلحة اللي يمديهم يطلعون اسلحة ويمديهم طبعا بالاكت اللي احنا في هذا طبعا احنا في باقي لنا وقت يقدر ان يمدي يفر ياخذ الاسلحة ويسوي الاشي اريان الزو طبعا الاربلست هذا طبعا وايد ممتاز نروح بعدين على الخانة اللي وراها اللي هو المنتكار لوزين اوترايف اللي يرجع لك الميلي هذا وايد ممتاز عندك الاسلحة عندك الاستيور استريقة هذا وايد ممتاز هذا طال عمرك اتخلص قصة اه the witch queen اللي تلقاها في اه سبا كوكب سلاثون قصة من اولها الاخرها لجند على اساس انه تروح للنكليف عشا ستسوي تصنيع له وتلفل السبع تاعش يعطيك اللي هو الكاتلست هذا حقه طبعا للاستريقة اه بالنسبة للاسلحة ثاني بعد في عندك السايد ارم همن زين في عندك الاوترايفل هذا الكويك سيلور ستون وهذا وايد حلو ما يندرها شن راح يصير طبعا في الياي ان شاء الله وفي لحطة طبعا كاتلست يحولها يخلي استراند ونظامه ضربات مالتا متتالية يحسس انه يحول لك هيا بعدين تعشق تعشيقة يعني هولد اللي هو تمسك التعشيقة عشان يتحول من اوترايفل الجرانيت لونشر اما هذا ممتاز في المستقبل انا قاعد اتكلم شي لدي ادام طبعا يمديك ان انت تشتريه طبعا يا من المخزن او انك تطلع من هذا عندكم طبعا الكفاستوف وايد ممتاز ايضا كفاستوف كتنظيف وفي له شرق القناة الموجود في عندك اه لما تدخل على الانيرجي هني عندك الدفينيتي ينفع مع انه متنرف ولكن يؤدي بالغرض انه حتى لو اهو واصل مثلا خلينا نتنرف ثلاثين بالمية والعشرين بالمية اللي نستل هو شغال لكرت مالا ويمديك انه تسوي ستن حق الوفرلود وينفع بالاضافة انه ممكن نتكلم في حق الاكزوتكات الثانية حق الارمر حق الشخصيات الثانية شو راح يسوي معانا حق الورلك هذا طبعا بالاضافة اللي عندك اه رسك رانر ممكن ينفع معاك اذا ما عندك انت طبعا نهائيا شي هذا طبعا مع القصة راح ييجيك رسك رانر وايد حلو كل ما يحوشك اه كهرباء يتكهرب اللي حوالينك وستن يصير فيه دمج ما بينهم اللي هو الاركتوندك ترمالا ويكون معالك كتاليس عشان يمديك تاخذ اللي هو الرينج مع الريلود وعندك السنايبر كلاود سترايك بعد همن ممتاز كدبيا اس انت ما قدر تطالة تقدر تطلعه هذا النظام اللي هو اللي تخلص الغصم البيوند لايت عشان توصله وتطلعه بالاضافة الى اذا عندك اه الاوتو رايفل هذا هم زين كتنظيف اذا انت عندك مثلا الجندري شي عالي او شي عندك من هذا من القبيل هذا هم ينفع في عندك الفيوجن رايفل بعد ممتاز هذا الفيوجن رايفل كاسيزينات انا قعد اتكلم الحين من الناحية للواحد اذا ما عنده شي عندك السنايبر استيل هونت هذا وايد ممتاز تلقاه من قصة من عند كايد سيكس عشاست خلصة وايد ممتاز وسهل طبعا ما يبيلا شي هذا مال السيزن اللي احنا فيه الارك الاركات اللي احنا فيه مع الكتلس طبعا هذا وايد ممتاز من حيث اذا خلص الكتلس يعبيه لك الفيوجن بلو حق الشارج حق الميلي بالاضافة الى يعطي لك مكان انت فيه يطلع لك مثل قرنايدة تهيلك انت ويربعك على حسب هذا وايد ممتاز حق الورلك وانا انصح فيه طبعا من ناحية الاوترافل طبعا عندك هذا الاوترافل وايد ممتاز اللي هو الاسبيشل طبعا حق الايكو اللي هو المهمة يستحسن ان تطلعها الحين يمديك اساس ان تتخلص طبعا لا تنسى تخلص كل الارك الاكت اللي هو من اول الارك اخرى عشان توصل للمهمة وتستلم الكتلسطات كلها من بزر من اول الاخر طبعا في فيديوهات راح تلاقونها موجودين في القناة هذه من احدى الشهرات اللي هو الانيرجي نحن ندخل على الباور في عندك الوسبر يمديك الطلعة وايد ممتاز الوسبر حق الدي بي اس ويكون مع الكتلس طبعا طلعة مع الكرافتينج في عندك البو الفايدين تقدر تشتريه من السوق اللي هو اللي عند بانشي اللي هو في التاور حق الاكزوتيك يمديك السيفرات لان السيفرات كان مطيح وايد سليبر وايد ممتاز بعد تقدر تشتري من هناك يطلع على كتلسط يصير لك ادرب عن طريق السراكات كروسوب والكامبت يطيح لك من هناك والكتلسط طبعا هذا ما للبو طبعا يطيح لك عن طريق البوسات هو ممتاز يخلي الدرو ما للسحبة ما لها يكون سريعة ما تكون بطيئة هذا تروح في اللي هما السكترات اللي فيها الشامبينات تقعد تتبح فيهم بالسلاح هذا تتشريته هذا وايد ممتاز ترى من اقوى الاسلحة يعتبر هذا اللي نفيف وليتال راوند بعد بالاضافة الى انتقالنا الى ثندر لورد بعد ممتاز بعد هذا مع الكتلسط يكون الدروب رايت طيح لك عن طريق السرايكات او كروسوب القامبت يطيح لك تقدر تسلمه وطيبة يخذي اخذي لك من المجازين ياخذك من المجازين ويحول لك ياها على المغزون اللي عندي خلينا نقول ان المجازين مارك 62 يسحب لك طلقات من طريق المغزون اللي عندك يحول لك على طول كما عن þدرباتك متالية بالملي فوايد ممتاز هذا عندك توتيل فوكس هذا مع الكتلس ايضا يكون زين بعد عساس يعطيك الطلقة الرابعة اللي فيها الجولة لتحق الكهرباء ثلاث طلقات يكون وايد حلو كشي تمام يعني وايد ممتاز انا انصح في هذا بعد زينوفيج ممتاز بعد ايضا كتنظيف كمثلا دي بي اس اما اذا ما عندك ثم تقدر تستعمله هما بيمكان يعني شوف في اسلحة وايد تقدر تستعملها عندك القل هون بعد ممتاز اذا انتم هنا وينطقون البوس اذا كان البوس كبير ياخذ محتوى له القل هون هذي يسوي بف حق اللي حوالينك كترس طبعا ما له وهذا من الدنجنت خلصة تلاقي موجود وايد ممتاز ديث بريث طبعا وايد ممتاز اي شاس درغاتك تسوي انفجار وغير الكاتلس طبعا يكون معا وايد ممتاز هذا ننصح فيه وفي عندك اللا هو المشين قن درمتك اللا هو الكايوس هذا وايد ممتاز على يسوي دي بوف حق اللي جدامك وحق الانتبالي البعد وايد ممتاز ايضا وبالاضافة الى ماكروكازم وايد ممتاز ايضا اذا انتم حابين تعبون ترايسر يكون على الكنتك وايد سورت يكون عالي وايد دمج ومع الديفينيتي يكون وايد اقوى واحسن بعد هم من هذا ينفع اذا انت في حال ما قدر تحصل الاسلحة تقدر تحصل عن طريق قصة وهذا هنا يتكلمنا احنا عن طريق طبعا الاسلحة اللي انت تحتاجها احنا للشباب اللي عندهم طبعا كالاتي الاسلحة اللي انتو تبني تمشون عليها مثلهم ولكن في الاغلب منهم يكون عندكم موجودين تقدرون تستعملونها طبعا اني على التايتن التايتن الاكزوتيكات الزين اللي تفيد في عندكم كتنظيف التشست اللي هو اللي يعطيكم الداون حق اللي حق الميلة والقرنايد والبركيد مالك هذا وايد ممتاز وفي نفس الوقت عندكم بعد اللي هو الصدر مال الصواريخ عشان يختهوا لك ديبوف حق حق السلحة مالتا الروكيد مالتك يلق ديبوف منها لما تحط البركيد على الارض هذا وايد ممتاز كلما تذبح كلما يصير لك ستاكات مربعات اذا كانوا فل يخلي الروكتات عندك بف من بعد ما تطلق طبعا يعني تسوي البركيد مالك طلغات تروح للتايتن قدامك طلع الروكت وراح تدمج يتلاقي دمجك صار عالي لمدة طبعا عشرة ثواني صدر هذا اندرك رش عشان دي بي اس بوكن هذي ينفع ايضا اذا انت قاعد تستعمل هذا وايد ممتاز وايضا بالاضافة الى على حسب الكلاس اللي يطيح لك يطيح لك شنو ما يطيح لك من هنا انا ما انصح بالبرزماتيك بس خلنا على قراتهم على اللجت صدر ايضا بالدبل قرناد اذا انت حاب تسوي تنظيف او اشي اذا ما عندك همن هذا شغال بعد ايضا هذا كتايتن احنا قاعد اتكلم اذا حاب دي بي اس ممكن تحط الاهوة المشين قن يكون عندك مشين قن والدمجة او اوتو ريفل ينفع لك هذي الاثنين على هذا الجسد انها يخلي الريلود مالا ما يوقف على طوب باستمرار يعشق من نفسه ما يوقف وهذا وايد ممتاز ايضا فهذه الشغلات اللي حابين نتكلم فيها وتكون ازاينا وتنفعكم كسبورت كتيم كدي بي اس على حسب شنو اللي انتو الاختيار لكم اذا كان عندك بابل ممكن تستعمل سماعة سينة فورتين اذا العدو في حوال انكم ادز ولا شيء يحميهم هذا ايضا ممتاز وينفع ايضا هني خلصنا من هالمواضيع هذي رح ننتقل حق الهنتر هنتر اول خطوة عندك اللي هو القولدن قن شلستيك هوك طبعا النايت هوق طبعا وايد حلو حق القولدن قن وايد ممتاز بالاضافة الى عندك الصدر صدر في عندك هذا اللي تعطيك رزيست هذي وايد زينا طبعا في لها بلده انا مسويه وتسوي اللي هو بلد الارك في عندك حق الفوليتان عشان ستسوي طبعا كل ما تختفي كل ما يزيد عندك شيلد اوفرشيلد وكل ما زاد انفزبل عندك في مهزة زيادة واستحتك تصير على هذا البونس دمج الزيادة بالاضافة الى فوليتان رامض اللي هو الانفجارات اللي تسويها غير انت تسوي رزيرب اوفرشيلد حقيقي كنتوي عربعك من نفس الوقت على كلاس بروف كلاس بلده طبعا رزيركشني لن يعبي بسرعة لكلاس بلده عندك فهذا تشست وايد ممتاز حقي تنظيف تبي تخفي اذا في ميكانيك نظام لغز ولا شي في آز وهذا ما تبع حد يشوفكم هذا بعد هما الممتاز التشست عسان السموك بوم ما لتك تخفي ويزيد عندك الانفزيبل ويزيد عندك انتوي ربعك الانفزيبل ان الميل يترجع لك بسرعة ويكون في آز حوالينك طبعا بامكانك انك تستعمل طبعا اله كالفي سرق عشان التذر اذا بتركب التذر على آز ولا شي ولا بوسز اذا كان الواقف يتمشح حوالا وفي آز ها من هذا ينفع وتسوي ديباب حق اللي وياك ايضا غير ممتاز هذا اذا ما عندك عندك ستار ايتر عشان تعبي الاربة اللي على الارض يتقوي من الدمج مالك على سوبر الارك او سوبر القولدينجن اللي هو الطلقات الثلاثة اللي واربع هذا وايد ممتاز ايضا وينفع هذا في حال اذا انت ما عندك نهائيا شي حق الهنتر اذا حابت بدش بالهنتر بالورلك عندك من طلقك الاتي عندك الوفيس فيل هذا طبعا وايد حلو لما تخلص انت من سوبر نوفو من مثلا اول او شي اذا انت كنت وارلك ثاني ينصح بهذا اساس انت او يا ربعك يصير لحق المالي والقرنيد كلها المالي والقرنيد يصير عليهم سريع لمدة زمنية ولكن هذا وايد ممتاز انا اشوفها انت عندك الول وخلص الول من بعدها يصير حذفات القرنيد لك انت ويا ربعك مع المالي هذا وايد ممتاز غير رزيركشن هي البعد نفس الوقت انا انصح فيه هذا بعد نفس الوقت عندك عندك الهلمت هذي على اساس الترقة اللي حوالينك بالترايس ريفل دفينيتي اذا عندك تحط الهلمت هذي معها عشان تطلع الهيفي والاسبيشل حقك اساس تساعد الفريق اسان دي بي اس هذا وايد ممتاز ومهم جدا بالاضافة الى سيكل سايد طبعا وايد حلوة على اساس انها تقط القرنيد مال تلهيل تتحول عن طريق تور وتهيل اللي حوالك ربعك كلهم وتهيلك انت بعد نفس الوقت وايد ممتاز وزينا وانصح فيه هذا بنفس الوقت وفي لها بلد عنده في القناة بعد ايضا بالاضافة الى طبعا الصدر اللي عندنا اذا انت حابت تهيب مع الول الصار يوزلز ولكن انت كيديد اذا عندك الصدر هذا رح ينفعك ان كل ما تذبح داخل الول يعبي لك السوبر البار ماله ويزيد عندك ولكن كفائدة انا شوف ان الول صار يوزلز ولكن نحتاج الول طبعا ويكون معاه تحت الرفت بالاضافة الى اذا انت قاعد تستعمل مثلا اللونفاكشن طبعا وايد زينا اذا اذا حطيت الرفت ولا اعطيت الول يساعد ايضا الفريق على اساس انه يصير فيه عندك الابلتي حق الانكريز وبن الريلود سبيد الريلود سبيد يكون سريع واذا كان انباور انباور رفت اللي هو انباور رفت اذا حطيته راي يكون افكت اوور لونجر رينج حق الاسلحة اللي عندك هذا وايد ممتاز وزين حق الور لك في ناس ما تستعملها ولكن انا انصح فيها كدايوان ما تدري شوني يصير في المستقبل بوتس اف سمبر وايد حلو اشوفها هذه كهيل وكديبوف حق ربعك على اساس ان اذا انتك تحاطره هيل رفت ولا حاطة اباور رفت هما راح يساعدك انت وربعك هذه فيها النظر هيلات انت من بعيد واذا كان عندك الهاونتكنل لونه اا لومينا عفوا واد راح يكون ممتاز كهيل من بعيد تذبح بالاة لومينا وتطلق على ربعك عادي بدون ايم راح يهيّلهم ويقطعليهم هيلها طبعا وايد ممتاز واننصح بهذا وكان فيه لها بلد دبعا عندي موجود فيه بلد لحد اللي انا عندي فيها هذه الشغلات للهنتر والوارد الكوتات المقتراحات تكون زينة اللي تفيدك الشخص اذا عنده ما عنده ولا شيء عساس انه يقدر يساعد الفريق نروح على طبعا الارمرات الارمر كالاتي على كل بلد انا اهم شي عندي لا تفكر بالموبوليتي ولا تفكر بالانتلك لان انت دروعك وبأسلحتك وبالبلد اللي انت قاعد يتركبه انت اريد ان تقدر تتيب السوبر بسرعة الحين ومثل اول فاهم شي عندك الريزينيز يكون 100 ويكون عندك الريكافر 100 ويكون عندك الديسبلينت 100 هذا اهم ثلاثة انت عندك الريزين هي تتحمل الطق واللي قاعد يصير لك ويصير عليك انكليز شيلد والكباسيتي يكون شغال عندك بالاضافة الريكافر لما تزمن انت ولا تطلع من المكان الا هلثك شوي يرجع بسرعة اذا انت طاح منك هلثك على اغلال يرجع بسرعة الديسبلينت عشان القرناد التحذف يكون عليها كل داون تايم ما لها يكون سريع عشان ترجع لك بسرعة فهذا احنا نتكلم في الانتلكت هو صحيح انها يفيد على اساس ان السوبر يرجع بسرعة ولكن احنا كبلد احنا قرناد وخلافه هذيلي وغير الا اللي احنا قاعد نسيبك كل داون عندك داينامو اللي هو البلد اللي يفيدك حساس انه تقدر تعبي بسرعة عن طريق الكلاسابيلتي اي حركة كلاسابيلتي تسويها يعبيلك كل داون مال السوبر مالك اذا انت كنت حاولين التاركت بينهم فهذا يعني انا نشوفه هذي هذي الشغلات المهمة يعني تكون مجهز نفسك عشانها ومن ناحية الارمارات ممكن تروح تحصلها عن طريق الهلم تدخل على الهلم هنا وفي عندك هذي مالت الكابتنز لوق تروح هنا راح تلاقي في عندك الارمارات اللي انت مستخرجة موجودة انت شا تسوي اذا تبي توتل معين اول شغلة تسوي تروح للقوست تكون مفلله تحط عليه قرناد اللي هو هذا اللي هو وراح تطلع لك توتل محترم مثل الارمارات اللي انت قاعد تشوفها عندك هني على حسب التوزيع اللي انت تبيه كل التوزيعات اللي انا قاعد احصلها كلها من هذا ولكن في عندك الماستر مال الدنجن هم من يعطيك الارتفس اللي هو الخانة الزيادة الاضافية اذا انت تلعب دنجن العاب ماستر اتفرم على اساس تطلع الارمارات كلها اللي فيها ارتفس مع التوتل اللي يكون زين لها ولكن حين صار في بفل حين على الارمارات من ناحية السيزن وخلاف الهين صار بالنسبة لي انا عادي يعني انا قم تقدر احصل حين عندي كم هذا مثلا على وشي للركابري عندي اربع عشرين اثنين ثلاثين فانا مرتاح قارنتي زي الولد حط ركابري بس لعندي مرتاح همل ففي توتلات وايد وفي ناس تنصح بالموضوع لهذا ولكن انا كارتفس انا ابي بس الغطة الاخيرة هي اللي تكملي هذا الست كلها كامل وكون انا مرتاح فبس هذه الشيارات من احدى الشيارات اللي احنا نبيها من ناحية الانفنتري طبعا انا حط علام اليوم الاعلام فقثف لك يعني 100 علام 200 علام شديد حط لك تشتريهم من التور من عند هذي مات الاكلان تلاقيها موجودة تبيع لك هذي في الاقلمر ولكن انها تصر فائد انتبه ويرايت ان تشترون الاسلحة اللي انتو تحتاجونها بالسايفر واسندن شارد تيمعون من القراند ماستر على اساس انها تقدرون تسوون الماسترورك حق طبعا الارمر لان كلها بالماسترورك الاكزوتك رح ياخذ منك ثلاثة الارمر العاد رح ياخذ منك طبعا واحدة اذا كسر طبعا اكزوتك انت ما تحتاجها رح يطلع لك واحدة يرد لك واحدة من الاسندن شارد وانها صرفيتها تصير وايد من ناحية الاسلحة طبعا كلها بالكور اما بالتصنيع رح ياخذ منك اسندن الالوي اللي هي هذه فهذه الشيارات اللي احبين ان احنا نفهمها لكم ولكم وكل الانقرامات اللي انتو قاعد تبطلها من التور هتروح تبطلها عادي عن طريق اللي هو طبعا الاخ اللي هو اللي موجود في التور ماستر راول اما تروح الانقر رح تلاقي فيه عنده الشغلات اللي انت رح تحتاجها لما نروح عند الاخ ونكلمه طبعا رح نلاقي عنده فيه خانات الاكزوتك طبعا لا تفتحها شيء عشوائي ما انصح به شيء هذا ينصح ان تفتحها عن طريق طبعا الصفحة تدخل هنا هات الصفحة اللي هني وتروح تشيك على الارمالات الصفحة اللي هو طبعا هذه الاولى تطلع منها التورتل الزين مثلا خلينا نقول على سبيل مثال انا كتايتنا انا احب مثلا ابي هلمت يكون عليه رزيلينز ويا ديسبلنت عالي اضغط شديه اروح على الشخصية اللي قد توزيع مثلا كاهو هاته 16 16 20 مثلا سوي له ماستر وورك طبعا شوفوا رح ياخذ اول شي رح ياخذ مني قلمر الفين الفين ونصف بعدين ثلاث تلاف وشوي ياخذ من الكور وياخذ بعذين من الانهانس بريزم بعد لا تنسونا الشغلة هذي وياخذ ثلاثة طبعا هنا لما تطالع انت صار عندك التوتل عندك 18 18 22 طبعا هذي انت مرتاح ووايد ممتاز عندك 78 لما تركب عليها على حسب عاد رزيلينز ولا تركب عليها شي شوف الله يحسر هني راح يزيد عندك التوتل عندك هني هذي كفكرة انا احبت اواريكم ياشن شوف بما ان انا عندي وايد من الاسندن شارد ولكن اذا كسرت انت مو محتاجة طبعا مات بيها وعندك حسن منها لما تكسرها راح يرد لك اسندن شارد ثنتين بس انت شارد واحدة ونزبت اثنين ويا الكور ثنتين هذا فقط للتوضيح عشان تكون عارف وغير انها في حوافز زهنية تخطي اخذها تستلمها من كل الناس اللي موجودين زبالة كروسبل بانشي وبعدين عندك اه درفتر همن اذا انت كتبع تلعب قام بتهمن عندك الكلام بعد تعطيك ايضا في عندك شغلات وحوافز جي موجودة فهذه الشغلات اللي احبت لا وبعدين في شغلة ثانية مهمة يا جماعة الخير عندكم البوست ماستر اه كادي ينصح ان تروح التابع بين فترة فترة تشيق عليه الشغلات اللي تفول ولا شي انسى عمرك يستحسن انك تفضي يشوف النظام هذا انا ما ابيه دير بالك يعني شغلات انت ما تحتاجها يعني افتحهم شذيه انا افضل ان انت تفتح كل الشغلات هذي وتبتدي تكسرها اللي انت مو محتاجها لان هذه كلها اساس النقرامات عادية بس اذا في سلاح مثلا شي معين شي طاح لك يستحسن انه تخليه عندك فانتبه من هالشغلة هذي ولنا توتلهم تسعة واربعين وهذا فانت تكسرهم تستفيد منهم تطالع الاقلمر قاعد يزيد عندك عشان لا تخسر اقلمر تعوض اقلمر عندك اي شغلة تروح من هنا تكسر هذي كل التكسيرات اللي انت قاعد تكسرها من ناحية الاسلحة من ناحية الهذا تشوف الرولي ازاي تحطيه تحافظ عليه وهكذا بعد ما تخلص تروح طبعا شوف يعطيك كور بعد لا تنسى كل ما تكسر الاسلحة تروع ولا شي تحصل لك انت طبعا الامور هذي بالاضافة الى طبعا لا تنسى انه في عندك حوافز عنده شوف انا هنيها ذيري بوصلت لوين انا راكز 16 اخذ عندها سنت تجاري غير لقزتك تاخذها لما توصل انت ريت 17 طبعا اما نظام بونتيات ما بونتيات انتبه من هالشغلة هذي بونتيات لا تاخذ وايد الحين لانه ممكن تاخذ بونتياته هذا عساس انه فيه كور يعطيك خلصهم يعطيك حوافز زوجي اسلحة تشوف لك الرولات الزينة من هذي طبعا عندك هذا ذا كروسبل هذا وايد ممتاز انا تشوفه على الحظ بالصدفة بالفيديو وايد ممتاز عندك رينج فايندر مع تايم بيلود وهذا حلو هذا عندك سيدارم هذا زين برم بيج مع سل بلس اذا انت تحتاج سيدارم زين هذا زين سيف قرانتين لا مو شي فبس هذي الشغلات اللي يحبين ان احنا ننورها لكم طبعا وصلنا هنا لنهاية الفيديو جماعة الخير نراكم على خير ان شاء الله في مقطع ديدي وان شاء الله فاتكم المقطع واستفدتم منه على اساس ان تجهزون نفسكم حق طبعا الشباب الديدي والشباب اللي طبعا قاعد تلعب ديسيني بس التوضيح والتذكير لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ونراكم على خير وبركاته اشتركوا في القناة